اهلا بكم مشاهدون و الى الحدث الاقتصادي اطلق الاتحاد الاوروبي برنامجا بقيمة 10 ملايين يورو لدعم التحول الاقتصادي من خلال تعزيز المؤسسات السودانية وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الاوروبي الى السودان واكدت اللجنة التوجهية الافتتاحية للمشروع الذي يمتد الى ثلاث سنوات بعنوان دعم التحول الاقتصادي في السودان الالتزام الاتحاد الاوروبي الثابت بادارة المالية العامة واستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات وقال البيان قدم الشركاء المنفذون للبرنامج خبراء فرنسا ومعهد التنمية الخارجية نتائجهم وتوصياتهم لمساعدة حكومة السودان على تحقيق ادارة اقتصادية سليمة وقال بيان الاتحاد الاوروبي ان السودان لديه فرصة لا تتكرر الا مرة واحدة في جيل واحد لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي الاجتماعي وسيساهم مشروع الاتحاد الاوروبي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الادارة العامة في تحسين مستوى تقديم الخدمة العامة وتعزيز اتساق السياسات فيما يتعلق باستراتيجيات الاقتصاد الكلي واهداف التنمية المستدامة اعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم اسواق المال في السودان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين دولتي السودان والامارات في تداول منتجة الذهب من خلال تبادل الخبرات وبموجب هذه الاتفاقية ستتعاون بورصة دبي للذهب والسلع مع السلطة في مجالات تعود بالنفي على البلدين وتسهم في تسهيل التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات حول تداول الذهب وقال رئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لإسماعيل تعد هذه الشراكة الاولى من بين العديد من الشراكات المقررة لهذا العام ونحن سوعدا بالتعاون مع سلطة تنظيم اسواق المال في السودان من أجل تعزيز قوة سوق الذهب في إفريقيا بحث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع مجموعة مستثمرين من سويسرا برئاسة هارتين فرص الاستثمار في السودان في القطاعات المختلفة وذلك من خلال صناديق استثمارية دولية يمكن أن تسهم في تطوير البنى التحتية والموانئ والقطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والزراعة في مختلف ولايات البلاد بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم مع كبير المستشارين بوحدة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمشروع تسويق الثروة الحيوانية شارليز كاركو في بحث إنشاء مناطق حرة للثروة الحيوانية بالبلاد مناقش الاجتماع دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في إقامة مشروعات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصناعتها من تغليف للحوم وتعبئتها وغيرها وأكد وزير الاستثمار حرص وزارة على تقديم التعاون في المجالات المشتركة وتقديم العون اللازم لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وسبل خلق شراكات فاعلة بقيام مشروعات مشتركة للتسويق للثروة الحيوانية وقيام مناطق حرة خاصة بالثروة الحيوانية توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى في الجنوب والوسط والغرب فيما ستحافظ على قيامها المرتفعة في شرق وشمال البلاد وكانت وحدة الإنذار المبكر في تعميم صحفي اليوم الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار في أجزاء متفركة من مناطق جنوب الفاصل المداري تكون مصحوبة بالغبار المثار وأشرت لأن الرياح في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري ستكون شمالية وشمالية شرقية جافة متوسطة ونشطة السرعة مثيرة للغبار اطلع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم لدى لكائه رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عباد على تنفيذ الهيئة للعديد من البرامج والمشاريع في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعدى الوزير نجاح الهيئة في الاستثمار الزراعي والاستفادة من خصائص السودان الزراعية من جهته أمنى المزروع على مساهمة الهيئة في زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الخصبة التي تحقق نجاح المحاصيل الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية في السودان وأعلن توفير 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق وتدريب الخريجين في العديد من المجالات الإدارية والفنية وأضاف استثمارات الهيئة العربية في السودان بلغت 457 مليون دولار أمريكي فيما تقدر مساحة الأراضي الزراعية للشركات التي تساهم فيها الهيئة في السودان بنحو 594 ألف فدان موزعة على عدد من الولايات أعلن صندوق النقد الدولي أنه حصل على تعهدات تمويلية دولية كافية تسمح له بتقديم تخفيف للديون المستحقة على السودان وكان صندوق النقد الدولي إن 101 دولة من أعضائه قدمت تمويلا مجمعا يزيد على 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 1.4 مليون دولار وأضاف الصندوق في بيانه التمويل الدولي يمثل فرصة تأريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي على الخرطوم وأردف هذا الإنجاز يمثل اعترافا واضحا من عضويتنا بالجهود غير العادية التي يبذلها شعب وحكومة السودان لدفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الرغم من البيئات الصعبة وأشار البيان إلى أن السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأضافه معلم يقلل بشكل كبير إجمالي ديون السودان ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر ولمديد من المعلومات والتحليل ينضم إلينا من الخرطوم المحلل الصحفي الأستاذ سنهوري عيسى مرحبا بك ومساء الخير مرحبا بك ومساء الخير عليك ومساء المساعدين مرحبا بك بداية إعلان صدق النقد الدولي هل يمثل البداية الفعلية لتنفيذ تعهدات الدول تجاه السودان التي قطعتها في مؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطي في السودان هي تكرار لتعهدات سبق وتعهدت بها الدول الأعضاء في صندوق النقد وتعهد بها صندوق النقد عندما تم توقيع اتفاق نفاشة في العام 2005 وقبل انفصال الجنوب وحتى في فترة الست سنوات من عمر اتفاقات السلام وبعد مؤتمر أوسلو وكل هذه التعهدات زهدت دراج الرياح وانفصل الجنوب واصبح دولة ولم ترفع أو تحلت ديون بل تم تحميل الدولة الأم عباد ديون ودار السودان حوار ودولة جنوب السودان مع صندوق النقد ومع نادي باريس ومع الدول الدينة استمرت لمدة عام وبعدها تم التمديد وثاني العام وثاني تم التمديد وثلاثة عوام تم التمديد وحتى الآن اصبحت ملف الديون يعني مهمل من قبل دولتين السودان وجنوب السودان وبالتالي الحديث الآن عن إحياء ملف الديون وإعفاء يطلب التفاهمات مع جبه في كيفية حل الديون وعبئها ومن يتحمل العباد الدين الدولة الأم زي ما نصة التفاقية السلامة التي وقعت مع جبه في الترتيبات في ديسمبر من العام 2012 ما زال هنا لقى جديد في تنفيذها وبالتالي مجرد الحديث عن التحهدات هو محاولة الكسب السياسي أو محاولة التخدير في تخديره من صندوق النقد وليست هي الحقيقة لأن الحقيقة أن الديون السودان هي معلقة بين دولتين السودان وجنوب السودان بعدما انفصلوا واصبحوا دولتين نعم لكن يعني أنا سألتك إن كان لهذه الخطوة علاقة بمؤتمر باريس ما رأيكم؟ هي المؤتمرات تتنوع بلد في برلين وواشنطن والخرطوم والرياض وباريس المحطة الخامسة ولكن كلها تعهدات تمضي في اتجاه عما أصل قضية حل ديون السودان فهي ديون معلقة بين دولتين كانت دولة واحدة وبعد الانفصال حصل اتفاق في عديسة بابا في ديسمبر من العام 2012 موجبو تم تحميل الدولة الأمة السوداني عباد ديون ويدير السودان جنوب السودان اتفاق مع المجتمع الدولي وتحركت بزارة المالية ودولة جنوب السودان ولكن كل سنة بيتم تمديده حتى مبيل سورة ديسمبر وبالتالي أصبحت القضية عالقة ما بين السودان وقنوب السودان في مسألة الديون فحتى لا يكون في الزر الرماد بين الناس والناس يتفهموا أنه حديث صندوق النقدية لحياة في الديون وليس حياة فيها لأنه إنما ممكن عيد للقضية لمطأ المسار القديم اللي هو مسار التفاقية ديسمبر 2012 اللي هو قاعد في عديسة بابا بعد ما ينفصل الجنوب لمعالجة عباد ديون أو ديون السودان وجنوب السودان لأنه لما ينفصله مفروض الجنوب يتحمل جزء من الديون ولكن حصل اتفاق بين الدولتين في أن الدولة الأمية تتحبل عباد ديون لمدة السنة وتم تمديدها أكثر من سنة وأصبحت الآن معلغة عشان كده محاولة حل مشكلة الديون وعفاء ليست من اقتصاصات الفترة الانتقالية وإنما هي اقتصاصات دولتين يدربها حوار مع صندوق النقد ومع الشركاء ومع الدائنين في نادة باريس وغيرهم من الدولة نعم مستسنوري يعني صندوق النقد قال إن السودان الآن في أمام فرصة تاريخية لعفاء ديونه الخارجية هل يعقز هذا مؤشر التزام الحكومة بتنفيذ كامل رشدة الصندوق لإصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني مشكلات كبيرة في هذه الفترة الحكومة ما التزمت التزام كامل والتزام نقدر نقول عليه كبير لأن الاتفاق الوقع البدوي في يناير من 2020 كان مفروض يكون في نهاية السنة يتم التعالي فابية ولكن تم تمديده لحد يونيو من العام 2021 وبالتالي تبقى الحكومة حوالي أقل من خمسة أيام فإنها تلتزم بما تم التعاخد وكانت آخر للتعاخدات فإنها تحرر الدولار الجمركي وتبقى على قليل من الدعم للخبز والقاصة الطبق وبالتالي هي أوفت بالتزامات لكن وفاهي بالتزامات يعني أنها ستجد حل مشكلة تحفاد ديون لأن القضية مربوطة بين دولتين نعم مستسنوري من المتوقع أن يبدأ برنامج إعفاء ديون السودان في يوليو المقبل ما هو حجماً للديون المتوقع إعفاؤها على السودان هو من حديث صندوق النوضي ليست إعفاء إنما تخفيف 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 أصل الدين بيكون موجود لكن ممكن يخففوا لك فوايد الدين وده بكون دادت فيها حوار وفيها التزام سياسي وفيها التزام من الدول الجنوب السودان نفسها وفيه التزام من الدول الداينة وفيه التزام من نادي باريس وبالتالي معظم الدول الداينة بيكون عندها التزام أخلاقي إياه ما تحقق من تحول سياسي في السودان في أنها تعفيف أو تخفيف جزء من ديون وليست إعفاء كامل أو شامل كما بدأت تردد بعض الغنوات الإخبارية نعم طيب الصندوق يستعد لتقديم تمويلات وقروض للسودان ما هي المبالغ المتوقع أن يقدمها الصندوق للسودان لدعمه في هذه الفترة الانتقالية يدير هنا بما تقدم الحكومة من مشروعات الحكومة محتاجة لأنها تنظم أو ترتب أولوياتها في كيف تصرف على التنمية في كيف تصرف على السلام في كيف تصرف على العائدين والنازحين وتحدد مشروعات تدعم استغرار النازحين والعائدين لقرام بعد السلام وتعدد مشروعات لتوفير التنمية والخدمات وبالتالي تطرحها للمجتمع الدولي في أنها تمويلها أو تطرحها لصندوق النقضي في أنها تجد منح لتمويل هذه المشروعات بعبي بتاع فوايد وكون أقلها حتى تقدر تسبت السلام وتسبت تحول الحصل في البلد ذكرت أستاذ سنهوري المشاريع التي يجب أن تقدم في هذه الفترة هل أكملت الحكومة دراسة البشاريع المقترحة مقترحة تمويلها من الأسرة الدولية لدعم السوداء في هذه الفترة حسب حديث رئيس الوزراء أن الحكومة عدت مشروعات وذهبت بها لدول نازل باريس في إطار الشقة المحتاجة لاستثماره في إطار الشقة التنموي الآن الحكومة تبعيد ترتيب مشروعاتها في أنها تجد لها تمويل من الوجتمع الدولي وده بيكد أنه لسه ما في خارطة واضحة وما في أولوية لحل حيتوجه لمناطق الفانيزاع والصراع والمناطق التي حزن فيها سلام ولا المناطق المهمشة ولا المناطق التي تحتاجة بني تحتية حتى تقدر تجذب بالإستثمار فيها مفتوحة حتى الآن ليست محددة بشكل واضح حتى نقول نصد على الميزانية أو مشروعات مصاحبة الميزانية شكرا جزيلا صحفي والمحلل السياسي الأستاذ سنهوري عيسى شكرا جزيلا لك شكرا أقرى البنك الزراعي السوداني بضعف التمويل الزراعي المقدم إلى صغار المزارعين للفول السوداني خاصة في المناطق الطرفية وكال مدير إدارة التمويل النباتي بالبنك الزراعي صالح محمد صالح إن حجم التمويل للفول السوداني خلال الفترة من العام 2015 إلى العام 2020 لم تتجاوز واحدا من عشر بالمئة وبلغ أحسن حالاته واحدا بالمئة في عام 2017 وعز ذلك لجهة أن أغلب المزارعين في المناطق الطرفية غير المنظمين في أجسام وأضاف لن نستطيع الدخول في شكل تمويل رسمي ما لم ينتظم المزارعون من التقليدية إلى الحداثة لافتا إلى أنه حاليا يتم تمويلهم عبر الزراعة التعاقدية وكفت مدير إدارة الموارد الطبيعية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة نجوى الريح على العقبات التي تعترض المراعي الطبيعية ونثر البذور وحصاد المياه بقرى ولاية الجزيرة والسبول الكفيلة بمعالجتها بالشكل الذي يضمن مراعي ومحميات طبيعية للثروة الحيوانية وعلنت مدير الموارد الطبيعية عن خطة تموحة مبنية على استراتيجية طويلة المدى لتطوير وتنمية المراعي الطبيعية بالولاية مشيرة إلى أن برنامج نثر بذور المراعي يستهدف محليات شرق الجزيرة والحصحيسة وجنوب الجزيرة إضافة إلى محليتي المناقل والكورش وأكرت بأن المراعي الطبيعية تغطي 65% من الحاجة الفعلية لغذاء الثروة الحيوانية وشددت على أهمية تقريط وتسجيل المراعي للمحافظة عليها لضمان مراعي وغذاء آمن للثروة الحيوانية دعو عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسيرية لاتحاد مزارعي الجزيرة ومناجل عثمان حسان البشير إلى عدم الالتفات لأقوال المضللين بفشل العروة الصيفية وبرر خلال مؤتمر صحفي بدار مزارعي الجزيرة والمناجل بمدني بأن الموسم لم يبدأ حتى الآن وأعلن أن بداية الزراعة محاصر العروة الصيفية في منتصف يوليو المقبل مؤكدا أن التحضيرات للموسم الصيفي تسير بصورة جيدة والمدخلات في طريقها للمشروع رهن الأمين العام لغرف الزراعة والإنتاج الحيواني مرتضى كمال حل الأوضاع الاقتصادية الرهنة بالاهتمام بالزراعة وقال خلال المؤتمر الأول لتطوير قطاع الفول السوداني إن الحل في الزراعة منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود رؤية واضحة للقطاع الزراعي مناديا بضرورة الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة لمحصول الفول مع الاهتمام بالتقانات الحديثة والتخزين الذي لا يتجاوز سعة ستمائة ألف طن بينما يصل الانتاج إلى خمسة ملايين طن والفاقد يصل إلى خمسة وعشرين بالمئة وشدد على أهمية توفير التمويل وقال بدون تمويل لا توجد زراعة أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدو قرارا قضى باعتماد توصيات لجنة إزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم العام التي شملت زيادة علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى خمسين بالمئة وللتعليم الفني والتربية الخاصة والمعلمين في مناطق الشدة إلى خمسة وخمسين بالمئة على أن تتم مراجعتها في ميزانية العام الفين واثنين وعشرين كما نص القرار على اعتماد توصية مع عاش المعلمين بالدرجة الفعلية عند التقاعد واعتماد علاوة العبئ الإداري للمعلمين إضافة إلى يفاء منحة العيدين وبدل الليبس من الضريبة كما نص على مراجعة علاوات القيمة القيمة الثابتة مشاهدون انتهت هذه الحلقة من أحداث السودان شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة